بعد مرور أكثر من ثلاثة شهور على ظهوره ما زال فيروس كورونا يحصد أرواح ضحاياه ويصيب آخرين بعدواه مخلفا أكثر من 3550 حالة وفاة وما يزيد على 100 ألف إصابة عبر 95 دولة الصين البؤرة الأولى للمرض انفرضت وحدها بأكثر من 3000 وفاة و80 ألف إصابة إلا أن مؤشرات الحصيلة اليومية للضحايا انخفضت إلى العشرات بعدما كانت تسجل المئات أما حالات الإصابة اليومية فانخفضت بمقدار النصف إيران ثاني بؤرة للمرض من حيث عدد الضحايا على الرغم من اقتصار حصيلة المؤشر اليومي لحالات الوفاة على العشرات بينهم ثمانية مسؤولين فإن مؤشر الإصابات اليومية سجل المئات وأغلقت إيران المدارس والجامعات حتى بداية إبريل المقبل كما خفضت عدد ساعات العمل للحد من العدوى كوريا الجنوبية أصبحت ثاني بؤرة للمرض من حيث عدد الإصابات التي تجاوزت حاجز السبعة آلاف شخص وتعاني الرحلات الخارجية للبلاد قيودا على المسافرين شملت الحظر والحجر فرضتها نحو مئة دولة وفي إيطاليا أكبر بؤرة لفيروس كورونا في أوروبا تتجه السلطات إلى فرض حجر صحي على منطقة لومبادريا التي تضم مدينة ميلانو العاصمة الاقتصادية للبلاد وفي الأراضي المقدسة التي علقت رحلات العمرة الخارجية والداخلية بها دعت وزارة الصحة السعودية المواطنين العائدين للمملكة من إيطاليا وكوريا ولبنان خلال الأسبوعين الماضيين إلى عزل أنفسهم منزليا لمدة أسبوعين أما الولايات المتحدة الأمريكية ففرضت ولاية نيويورك الطوارئ لمكافحة الفيروس ولم تتمكن تحصينات أقوى جيوش العالم من منع اختراق فيروس كورونا ما تسبب في إصابة بضع أفراد من البنتاجون بالمرض المستجد وبلغ انتشار فيروس كورونا قارة أمريكا اللاتينية بعد أن كشفت الأرجنتين عن وفاة مريض تم تشخيص إصابته بالفيروس القاتل